توجه وزير الداخلية محمود توفيق يرافقه أعضاء المجلس الأعلى للشرطة إلى القصر الجمهوري بعبدين لتسجيل كلمة شكر وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك في إطار الاحتفال بعيد الشرطة 2023 وفي نص الكلمة أعرب وزير الداخلية عن أخلص مشاعر التهنئة وأطيب الأمنيات بموفور الصحة ودوام التوفيق مؤكدا أن جهاز الشرطة ورجاله الأوفياء على عهدهم بحس وطني وإيمان راسخ من أجل النهود برسالة الأمن النبيلة بخطة ثابتة قوية لا يوهن من عزمها الصعاب والتحديات مؤكدا أن مسيرة العمل الوطني ستظل ماضية وصامدة بقيادة الرئيس السيسي الحكيمة ترجمة نانسي قنقر